كسة ومشاهد حقيقية لمجرم مجنون بيخطف بنت وبيقتصبها ومش بيسيب وراء أصر لجريمته لكن واقعت الشاطر بألف وغلطته دي بتكون آخر أمل ليها في النجاة يطرها تانجو ولا لأ من المجرم ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهاردة ولكن قبل ما نبدأ ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصل لنا كل جديد وبينفكرك بقنواتنا فيلم من الآخر بلاس لمحب الأكشن وفيلم من الآخر هندي لكل عشاء بولود هتلاقيهم تحت في الديسكريبشن ما تنساش تشترك وتروح تتفرج على الأفلام جامدة وحصرية يلا بينا نصلى على النبي ونبدأ عظمة النهاردة بيبدأ الفيلم بكيرا مراهقة جميلة عندها 15 سنة بس بنشوف صاحبتها جاسي اللي كانت صهرانة وباتت عندها في البيت وبنعرف ان أهل جاسي مسافرين يخلصوا شوية شغل وهي قاعدة لوحدها فاتفقت مع كيرا ان هم يقضوا الليلة دي سوا الصبح بتتصل كيرا بأمها ديبرة بتعرفها ان هي والجاسي هيروحوا بيت البحيرة وهيتأخروا هناك بتقول لها أمها تتأخر لإمتى يعني فبتقول لها كيرا عشرة أو حداشر صهرانين يعني يا ماما ولما بتسأل كيرا عن رايان حبيبها بتقول لها هو جاي معك ولا لأ بتقول لها كيرا انه مشغول شوية وعنده تمرين وانه للأسف مش هيعرف ييجي معاهم بتكمل كيرا كلامها وبتقول لها انها هتروح لابوها علشان يوصلها تتفرج على فيلم بتزعل الأم وبنعرف ان هما منفصلين وانها دايما بتكون عند والدتها معظم الوقت وقليل قوي لما بتزور والدها وبتطلب جاسي من كيرا انها تسئ الزرع الاول قبل ما يمشو وانها تدخل تجهز بسرعة فعلا بتروح كيرا تسئ الزرع لكنها بتشوف شخص غريب بيلف بعربية صدح حوالين البيت وبعد شوية بيقف وبيكلم كيرا وواضح كده انه شخص غلص وبيحاول يفتح معاها كلام في اي موضوع بالعافية بيسألها لو ابوها او امها في البيت ولكنها بتعرفوا ان دا مش بيتها وان دا بيت صاحبتها وما فيش غيرهم هنا فبتل معينه وكلها مكر بيطلب منها تمسك الكتاب اللي معاه وفجأة بيخرج المسدس وبيهددها لو صرخت هيخلص عليها وبيطلب منها تتحرك معاه ومن الصدمة مش بتعرف تعمل اي حاجة بيدخلها جوه الصندوق في العربية وبيتحرك بالعربية وكانت كيرا مش عارفة تعمل اي حاجة بتلاقي ورقة جوه الصندوق وبيتحاول تحفظ الارقام اللي عليها بيرميها في الصندوق وبيكتفها وبيربطها وبتكون خايفة انه يقتلها ولما صاحبتها تلعد تشوفها فين مش بتلاقيها ما كانتش عارفة ايه اللي حصل لها بتتصل بام كيرا وبتسألها عنها ولكن دبرة بتقول لها انت بتسأليني انا مفروض ان بنت عندك على طول بتقلق وبتكلم راين صاحب كيرا ولما بتسأله عنها بيقول لها انه هو كمان ما يعرفش عنها حاجة وده بيخليها مرعوبة اكتر عن بنتها فبتكلم طالقها ابو كيرا وبتسأله عن بنتهم لكنه بيقول لها انه هو كمان ما يعرفش عنها حاجة وبيقول لها إنه مش هيسيبها لوحدها وإنه جاي يشوف بنته فين ولما بتوصل الشرطة بتحكي لهم أم دبرة عن اختفاء بنتها لكنها بتحس إن الشرطة بيتعاملوا مع الموضوع ببرود وبعد شوية بنشوف المجرم وبيعرف كيرة إنه هيربطها وهيفضل دايماً ماسك المسدس بيقول لها كمان إنه مش عايزها تجبروا إنه يستخدموا بيديها تعليمات تفضل هدية تسمع الكلام وتندهلوا دايماً وكأنه أبوها وبيطلع ورقة وقلم وبيسألها عن كل آلتها أبوها أمها أخوتها صحابها فبيتخاف كيرة أكتر وبترفع عانيها وبتشوف المكان وبتفكر لو حاولت تهرب منه هتعمل إيه فبيقول لها تهرب وتجرب عيد عن العربية ولكن بيضربها بالنار وبتقع وبيطلع كل اللي حصل ده في دماغها وبنشوف إنها أصلاً لسه في العربية بيرجع الخاطف وبيربطها ويقفل الصندوق عليها وبيتحرك تاني تفتكروا هياخدها على فين؟ بياخدها للبيت وبيفكها وبيعرفها لو فكرت تطلع أي صوت هيموتها وكل ده البنت مصدومة ومش عارفة هو عايز إيه منها لما بتوصل الشرطة بتحاول دبرة تفاهم الشرطي ولكنه كان معتقد إنه ممكن تكون هربت لإنه ما فيش أي دليل على الخاطف ومش بيطلعه منه بأي حاجة وبيمشي الزابط بكل برود بعدها بنشوف كيرة وهي قاعدة مع الخاطف ولسه بيسألها لو بتروح المدرسة وبتحاول هي كمان تجمع معلومات عنه وبتسأله لو كان بيروح مدرسة هو كمان بتعرف منه إنه كان في البحرية تسع سنين وبعدها بيعرفها إنه مش بيأذيها إلا لو اضطرته الكده ومش هيمشيها من عنده إلا لم هو يوافق ويخلص اللي عايزه منها بيخليها تدخن معها ولما بترفض بيفكرها بالقواعد وبعد شوية بتروح تشوف الحيوانات اللي مربها في بيته بتركز في إنها تجمع عنهم كل التفاصيل بتاعت أشكالهم وأنواعهم وصفات كل نوع منهم وده لإعتقادها إن كل التفصيلة في المواقف اللي زي دي بتكون مفيتة حتى لو مش هتنفعها دلوقتي بتحاول تفتح كلام معاه وبتسأله هو شغال فن دلوقتي بيجاوبها وبتعرف كمان المكان اللي تولد فيه وفعلا بيبدأ يتكلم ويدردشه شوية وبيعرفها إنه هيسيبها بعد ما يخلص ولكن اللي هيحصل بعد كده راجع ليها لو بلغت عنه هتكون دايما البنت اللي بتتعرض للاعتداء بترجع تقعد تاني وصوت جواها بيطلب منها تهرب وعند أمها بتحاول تتصل بكل صحاب بنتها علشان تسألهم بس ما فيش أي جديد وعند كيرة كان الخاطف عايز يعمل لها أكل ولكن بتعرفه إنها مش جعانة دلوقتي وبتقوله ممكن نعمل أي حاجة تانية على ما تاكل إنت وطلب منها تنظى في الأرض وبتفضل تقرأ الأوراق اللي على التلاجة وتجمع معلومات ولما ديبرة راحت اسم الشرطة كانت تعمل الزابط معها كأنها بنتها هي اللي مزنبة وإن الشباب في السن ده بيحبوا يطلعوا براحتهم ومعرفوش حد هم رايحين فين طلب منها الزابط ترجع بيتها وتستنى منه اتصال عند كيرة والخاطف بيتفرجوا على الأخبار علشان يشوفوا لو حد بلغ عن اختفاقها لكن لسوق الحظ مفيش أي أخبار عنها بيحاول الخاطف يدايقها بإن مفيش حد بيحبها ويلاحظ حتى تغيبها بعدها باللحظة بيطلب منها ترجع للصندوق علشان يربطها لإنه هيعمل اتصال ومش عاوز يسمع لها أي صوت بس كانت مش قادرة تتنفس ومن الخوف بتعمل صوت وبيرجع بسرعة وهو متضايق ولكن مش بيعملها حاجة وبيفكها وبيهددها لو عملت أي صوت هيرجع يموتها بعد شوية بيرجع ويخرجها ولما كانت معاه وهو في الحمام بيخرج وبتروح بسرعة تقفل الباب وكانت هتهرب من الشباك ولكنه بيرجع بعد الأحداث دي بتبقى في دماغها برضو ومش عارفة تنفزها من الخوف وقت النوم بيكلبش ايديها ورجلها في السرير علشان ما تفكرش تهرب وتاني يوم بالنهار بتصحى قبله وبتحاول تفك نفسها وبتقدر تفك ايديها ورجليها وبتخرج من القضى بهدق وهو لسه نايم وبتخرج ايديها من الكلبشات وبتقدر تفتح الباب سهولة وبتهرب برها البيت بأسرع ما عندها عالطريق بتقابل عربية فى شخصين وبتعرفهم انها كانت مخطوفة وبيركبوها معاهم بتروح اسم الشرطة وبتعرف الزبط انها كانت مخطوفة وقدرت تهرب بيجيب لها الملازم رونالد وبتعرفوا كل حاجة حصلت معاها من وقت ما تخطفت بياخد الكلبشات وربطت رجليها علشان البصمات وبيستجوب الشخصين اللي جابوها مركز الشرطة وبيعرف الشرطية المكان اللي اخدوا منه كيرة وهناك بتعرف كيرة ان امها بلغت عن اختفاءها مش زي ما قالها الخاطف ان ما فيش حد مهتم بيها وبيكلموا امها علشان تحضر لمركز الشرطة وبيطلبوا من كيرة تروح معاهم لمكان الشؤق علشان ممكن تتعرف على بيت الخاطف وبينزلوا وبيسألوا شخص هناك وكيرة بتعرفوا انها شقة فيها حيوانات كتير والشبابيك دايما مقفولة فبيعرفها الراجل والشرطة بيطلب منه ياخدهم لهناك وبيطلبوا الزبط دعمه وبيرجع كيرة لإسم الشرطة وهناك بتقابلوا امها اللي كانت وصلت وبتحدن بنتها ويا بتعيط بتوصل الشرطة للشقة ولكن ما فيش اي حد بيرد بتقتحم الشرطة وهي فعلا شقة الخاطف لكنه مش موجود وبيرجعوا الكيرة وبيوريها صور لمستأجرين الشؤق بتتعرف على الخاطف اللي كان اسم ريتشارد وانه اختفى وما قدروش يمسكوه ولكن هيسكتوا اكيد لا ولما الشرطة طلبت منها معلومات اضافية بتعرفهم كيرة بكل المعلومات اللي جمعتها من دكتور العيلة والمكان اللي اشترى منه الحيوانات ومكان شغله وصندوق كان مخبي ومش عايزها تشوفه وقتها الشرطية وامها بيستغربوا جدا من المعلومات اللي عند كيرة وفي شقة الخاطف الشرطة راح تفتح الصندوق بيلقوا هدوم ومش بتكون بتاعت كيرة واوراق من جرائد عن اخبار اختطاف لبنات تانين ورغب ابو كيرة والجاسي وريان كانوا بنشروا صور عن الخاطف وبيحذروا الناس منه والشرطة مش بتقدر توصل لأي معلومات عن الشخص ده والضبط المسئول بيحقق مع الشرطة اللي كان بيحقق في اختطاف الاطفال التانين قبل كده وانه كان دايما بيعتبر البنات دول بيهربوا بمزاجهم ولكن كان نفس الشخص بيخطفهم لأيام وبعد كده بيغرقهم وبيرميهم في الغابة ميتين بترجع كيرة مع أمها البيت والشرطة بتوصل لعربية الخاطف اللي خطف فيها كيرة ولكن لسه مش قادرين يوصلوا للشخص نفسه في بيت كيرة كانت الشرطة في كل مكان ولما الشرطية بتوصل بتسألها كيرة عن سبب وجود الشرطة في البيت وبتطمنها الشرطية وبتعرفها ان دا علشان حمايتها لان الخاطف لسه حر بتجيلها صاحبتها جاسي وبتقعد معاه وبتحكيلها اللي حصل كله بتوصل الشرطة لامرات الخاطف ولكنها ما تعرفش حاجة عنه من فترة وبيستجوبه أخت الخاطف اللي بتعرفهم انه بدل اللوحة بتاعت العربية وبتعرفهم ان الخاطف اتصل بها مبارح بيحددوا مكانه في فندق خارج المدينة وكان في قودة باسم أخته استيفاني لما كانت كيرة بتخرج مع صاحبتها بيوصل شرطي اللي كان مش مصدق انها مخطوفة أصلا وبيكلمها وبيقولها انك دلوقتي ضحية وانك محتاجة فترة علشان ترجع تبعية تاني بس بتقوله بدل الكلام دا روحوا قبضع الخاطف وبيعرفها انها محزوزة وكانت ممكن تكون الضحية الرابعة للشخص دا بس بتعرفوا ان الحظ ملهوش علاقة لما الشرطة بتوصل للفندق كان هرب بيروح مدير الشرطة يقابل كيرة وبيشكرها على كل اللي عملته وانهما لو مسكوا الخاطف هيكون بالسبب المجهود اللي عملته وده بيرجع الثقة تاني لكيرة في مركز الشرطة بتحاول بكل الطرق تعرف مكان الخاطف من عيلته وبيحاولوا يوقعهم في الكلام ولما كيرة كانت عايزة تخرج مع صاحبتها بأمها حاول تمنعها لكنها بتتجهلها وبتخرج بس كانت الشرطة وراها في كل مكان وبتقابل صاحبها ريان وبتشجعه في مبارياته والشرطة بتشوف الخاطف في المكان اللي حددوه ولكن بيهرب منهم وبيتردوه للخاطف بس بالعكس بتتضيق ان ما فيش حد عرفها الموضوع ده أول ما حصل بيقابلها مدير الشرطة وبسألها يا متضيقة من ايه بتعرفوا انها كانت مش عايزة يموت وكل اللي كانت عايزة هو العدالة وانه يدخل السجن مئة سنة ويتعذب هناك ما الموت ده راح بالنسبة لي تطلب منه ما يعرفش الحقيقة لأمها ولا لأصحابها لانها ما عرفتهمش كل حاجة بيقول لها انت بطلة ولو بيدي كنت وظفتك في اسم الشرطة بالسبب المجهود اللي انت عملتيه بتروح تعتذر لأمها وتقول لها مش هتقدر تغير اللي حصل انا عدت بيه ولسه عايشة وبينتهي الفيلم اللي كانت كل احداثه حقيقية فعلا بتمر سنين وبتتوظف كيرة بطلب من مدير الشرطة في قسم الموارد البشرية وبقت محققة في قضايا الاساءة للاطفال والاعتداءات الجنسية بس كده طالما وصلت معانا لحد هنا فانت متابع جميد جدا واكيد رأيك يهمنا قل لنا بقى رأيك في التعليقات وشاركنا بتجربة غيرت حياتك زي ما حصل مع بطلة فيلمنا وما تنساش تشترك في القناة واتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد سلام